أنتوانات نجيب الاسم يلي بيختصر مدرسة من الإبداع السوري يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم رمضان كريم على الجميع وعلى السورية وعلى العرب كلهم يعني هذا رمضان بيخلي إن شاء الله القلوب شوي هيكي تحن وتليم ببعض الأشياء لحتى تمرأ بشكل حلو وجميل يسعد صباحك سيد أنتوانات ورمضان كريم يعني ما فينا نبدأ هذا الشهر إلا بوجود حضرتك أكيد معنا لحتى تنورينا ونحكي عن كتير مواضيع منها الدراما السورية اللي حضرتك من أساساتها يعني بدنا نقول سيد صباحك شكرا حبيبتي على هالكلام الحلو أنا كتير سعيدة لما بشوفي صباحك مشرقة مثلكون وعم بتقدم الشيء بحب هذا الشيء كتير بيسعدني أكيد صبحنا بنوار بوجودك شكرا حياتي سيد أنتوانات يعني الدراما السورية مثل كل عادة بتعودنا أنه هي تقدم طبق متنوع يعني في كل الأشكال والأصناف الدراما الكوميديا الدراما الاجتماعية وأيضا يعني كتير مواضيع النقضية وغيرها حضرتك كان لك مشاركات عديدة هاي السنة منذكر منا بقعد ضوء وأيضا بخاتون بوردة شانية وغيرها خلينا نحكي شوي عن مشاركاتك لهاي السنة سيديني يعني أنا بسعدني بأنه بالرغم من كل الأشياء اللي عم بيعملوها فينا والأحداث اللي عم تصير ببلدي نحنا ما زلنا وقفينا عجرينا وعم بيستنوا العالم شو ممكن نقدم برمضان أو بالأحرى حيتفاجأوا بالكم هاللي نحنا اشتغلناها السنة يعني الحمد لله الحمد لله سوريا ما زالت قائمة وغراسة مرفوعة سيديني عم بيستنوا يعني أنا مبارح جارتي عم تدقلي لشوف الموعيد تبع الحلقات تلوقفي أنا لسا ما عرفت بس الحلو إنه بيتعلقوا بيحبوا الأعمال السورية حتى برة يعني أنا عندي أهلي بالسويد دقوا يسألوني شو في أعمال نشوفها هذا الشي بيخليني حس بإنه نحنا عنا بصمة لا يمكن إنه حدا ينسى تماما وخاصة يعني هالسنة كيف ملاقي الدراما السورية بها الموسى والله يا حبيبتي لا شك بإنه كل جهة تنتاج كل جهة عم تشتغل بهيك ظروف أنا بحييها لأنه نحنا بتعرفي أنت الوضع بعض الأحيان نكون فيه هيك نوع من خوف نوع من تردد بس صدقيني صدقيني الناس عم يقولوا برافو إنه أنتوا بعدكم استمرين يعني شفنا تأجيل العدد من الأعمال بهي السنة هو كان فيه تقريبا 30 عمل تم إنتاجه نتأجل منه عدد معين 13 عمل برايك هذا الشي قدي بيأثر على واقع الدراما السورية لأنه دايما نحنا بشهر رمضان بيكون فيه متابعة كتير كبيرة للأعمال صدقيني أنا شوفي هلأ فيه أعمال أنا كمان واحد كان اتنين مشتركة فيهم اتأجلوا لبعد الرمضان أنا بحب العروض برمضان أنه بتعطي أجواء للي صايم بيقعد بيتسلى بنهاره بالليل والصبح وإي وقت بيفتح بيلاقي في شي يشوفه بس كمان العمل يعني بعد رمضان شوي بيكون بياخد حقه أكتر لأنه الناس بتكون عم تستنى هذا الشي ما في غيره بدا تلحي يعني بدا تشوف من هون مشهد من هون مشهد من هون مشهد بس صدقيني صدقيني أنه في بعض الأعمال تأجلت وأنا لمصلحت الأعمال يعني مو تأصير إنه إحنا ما بدنا ياهون لا لا بس أحلى يعني أكيد مثل ما قلت سي حضرتك لا يقدر المسلسل يمكن ياخد حقه واليوم عم نشهد يعني ضمن الظروف اللي عم نعيشها في كتير مسلسلات عم تعكس واقعنا ودائما نحن نسأل فنانين أو أي شخص بيتعلق بالدراما السورية وبيشتغل بالدراما السورية هل برأيك إنه إحنا لازم يكون كتابنا بتجهين نحو واقعنا المعاش والأزمة السورية أم لازم يبتعدوا عفواً شوي لحتى ما تكون نسخة ثانية من نشرة الأخبار لكن بغير نكها يمكن لأقلك شي حبيبتي أنا باعتبار العالم يعني هيك بيحبوني يتو بتعرفوا يعني فبيسألوني إنه نحنا عايشين ظروف في حرب في أشياء خاصة عم نرؤ فيها في ظروف نحنا عم نتعب نفسياً فيها يعني منتمنى انه تخفوا علينا بالعروض تبع التليفزيون لا تحطونا بنفس الجو اللي احنا عايشينه بس لا شك يعني نحنا عم نطرح فكرة ليشوف العالم كله شو عم يصير فينا بس نحنا لا شك بانه لازم نعوضوا لهدول العالم نقدم لهم شي يرتاحوا فيه يعني يعني ينبصوا يتسلوا يغيروا الشكل هذا الشي كمان يعني شفنا عم يتقدموا الدراما السورية كل سنة واهم شي ببقعة الضوء اللي حضرتك كان لك ومشاركة وفي صورة لاقت رواج كتير كبير على فيس بوكنا نعرف زوجوني والله يا بنات شو وصت هالصورة زوجوني لا حلا ان شاء الله تعجبكن الحمدلله معي ابني عمايري يعني هذا الفنان العظيم انا كتير يعني بيساعدني انه يكون معي باي عمال لانه هو لا شك عنده جوا فنان بياخذ العهد يعني قريبا رح نشوف هاي اللوحة اكيد اكيد للا فيه واحدة مرقت مع الاستاذ ايمان رضا كمان الفنان الكبير اللي الناس بيستنوا بقعة الضوء اللي يشوفوا دول العالم هذا شي جميل يعني انا لما بشوف محبة العالم بالطريق بتنسيني كل وجعي وهمي يعني اليوم كمان سيد انطوانيت فيه اراء كتير منها وافقت منها عطت شوية اعتراض على المشاركة الادرامية بين الدول العربية هل الى تأثير وصلنا لتقلبي ام هي عم تحقق ايجابية بالادراما؟ لا لا حبيبتي هي من يوم يوم هو من هلا يعني انا من بداياتي اشتغلت مع نجوم مصريين مع نجوم اردنيين مشك يعني عراقيين هذا تشكيلة الفن كتير حلوة يعني مبارحة شفت احد الناس عم يقولوا يا الله على الاعمال السورية اللي عم تنعرض كلهم فنانين من سوريا وعم يعملوا اعمال كبيرة هذا الشي بيسعدنا نحن يعني مو عم يعملوا شي والطراصنا لا بالعكس عم يستنوهم العالم يشوفوهم فهذا الشي جميل نحن من زمان في عنا يعني من ايام حتى النجوم اللبنانية كلهم تقريبا طلعوا من سوريا يعني مع احترامي لهم يعني اكتر من الممثل واكتر من المطرب يعني سوريا دائما كانت بستوعبه كل فنان بيجي عليها اكيد وخصيصا انو الممثلين السورييني ممكن يكون لهم دور البطولة غالبان فعم يكون لهم البصمة خاصة وتأثير كتير كبير بالمسلسلات الترامية اللي عم بيمثلوا فيها سيد انتوانيت اليوم كيف شايف رمضان بالشام وهذا العام احلى جو انا بحبه بالسنة هو رمضان بحب الاجواء اللي بيعيشوا فيها الاكل اللي ممكن ما يتاكل الا برمضان النهش والناعم وهي الاشياء العرق السوس ببقى داير بالسوق التمر هندي فيه اجواء كتير حلوة هلا بمصر في هيك شي بس عنا هون طبيعتنا متعودين على هاي النوعية نشوفها دائما بشار رمضان صدقيني انا بستنى وبعدين بستنى بانو هاي اللمة اللي بتلتم وقت الفطور انا بحبه بحبه كتير لانو بحس فيه نوع من الفة فيه حب فيه هيك ود بين الاهل بين العائلة بتشوفيهم اجتماعين عم يأكلوا بنفس الوقت ومبسوطين حياة رمضان يعني هذا الشهر كتير كتير انه بالنسبة الي عظيم يعني رغم الظروف اللي عم تعيشها سوريا والضغوطات اللي عم عيشوها السوريين قداش بتحس انه هنه عم يحافظوا لسه على التقاليد والعادات برمضان وعم يرجعوا يحيوها يمكن صدقيني يا حبيبة قلبي صدقيني كل هاي الفترة اللي احنا الكبيرة القاسية اللي عشناها بشهر رمضان كله بيختلف بتشوفي الاجواء حتى بتشوفي قبل بيوم برمضان انا لقبل بيوم كنت بسوط كل الناس راقدة عم تحمل عم بتشيل كياس عم تحضر هاي الاجواء نحنا ما ممكن نقدر نستغني عنا يعني هاي بطبيعتنا نحنا كسوريين هي الاجواء مثل ما قلت حضرتك تعودنا عليها يعني حتى المغتربين بيرجعوا قريج على سوريا بشهر رمضان بيعملوا اجازاتهم ان كان بالاعياد او بشهر رمضان حتى هاي اللمة الحلوة هلا معروف حضرتك محبتك الكبيرة لسوريا وتعلقك الكتير كبير فيها قداش هذا التعلق بيزيد يعني بس تشوفي هالاجواء قداش هاي المحبة بتعني لك بزيادة بزيد عشقي لسوريا عشقك انا العشق انا هاي الارض بعشاءة من كل قلبي يعني وبتمنى كل واحد عايش فيها يعشق لانه بعدها ما في عشق اكيد سيد انتوانيت اذا من نرجع شوي عن الدراما السورية اليوم قداش بتلاقي وقتها تحمل يحمل اي مسلسل رسالة هي عم بتعكس صورة السوريين بالخارج نحن لازم تكون في رسائل متعددة لحتى نفرج الخارج كيف سوريا عايشة طبعا لا شك هاي لا شك انه حتى المنتجين حتى الكتاب حتى المخرج بيحب انه يقدم شيء يعكس الصورة الغلط اللي اننا عم يقدموها عنا نحن عم نحاول بقدر الامكان انه نقدم الشيء الصح اللي عم نعيشه ببلدنا اكيد هي مسؤولية تقع على يمكن الممثل وتقع على الكاتب والمخرج على كلها على المجموعة كلها لما بيقدموا عمل كامل حبيثي الا انتو كمزيعات كمقدمين برامج بتحسوا حالكم انه في شيء بتكون تقدموا فبتشكلوا بالتقديم لحتى تظلوا مرغوبين على هاي الشاشة وقد بكون في دور لالك اجتماعي تعكسي من خلاله قصة توقع معاش بسوريا قداش بتعطي فيه من قلبك بتحسي انه يختلف الشعور بالنسبة لالك من الداخل انا احساسي لما بعيشه بشغلي بحس حالي انا بهذا الوضع اللي انا عم ادمن العانا فهلا بيسموني ام اهل سورية ام الشباب والصبايا هاي بتسعدني الكلمة لانه قدرت توصل هاي الصورة صح او الاحساس طبع هاي الصورة صح عبتوصلي هاد الشيء اكيد عبر فنك المميز والرائع دائما لكن بحياتك اليومية والمعاشة وتطلعي لبرات سوريا شو الرسالة بتحملية من بقلبك لسوريا من سوريا للخارج انا ما بصدق انت ارجع لسوريا انا بطلع بيقول ليش رجعتي بيقول له ما بقدر ابعد عن ما فيني جد يا صبايا ما بقدر ابعد عن سوريا مو بيدي يعني مو عم بيع كلام ولا بس انا بحب سوريا شو الامان اللي بتحملية من السوريين لبرية بحالي لاني بحس حالي ببلد امنة بالنسبة اننا نحنا يعني نحنا عايشين الحمد لله لحد الان ما حدا اجا شحدنا ولا عطانا ولا طعمانا ولا يعني لساعتنا عم نشتغل وعايشين وهلا عمشوفك جميع العالم جميع الاشخاص اللي هي من برة جاية من حلب من لاتقية من اي مكان كله بتجي على دمشق وبتعيش لانه اهل دمشق بيلوموا هالعالم دمشق قلبه كبير طبعا يعني هي المدينة اللي احتضنت السوريين وايضا العرب واحتضنت كل العالم ياريت العرب يحضننا يا حبيبتي ياريت متل ما احنا بنحضن العالم كله على مر الاسنين سوريا احتضنت العالم ست انتوانت اكيد اكيد يعني مثل ما ذكرت قريجي وقلت حضرتك مرسد ايام تترجعي على الشام الاعمال الدرامية وقت تشتغلي خارج سوريا قديش بتحسي فيا انه انه انت عم تقدمي شي رسالته بتوصل اسرع او وقت تشتغلي بالشام عم تحسي انه لأ انت بمكان افضل لإليك ليك يا حبيبتي انا الحمد لله الحمد لله مو يعني اني انا ما في مثلي لا مليان بس انا باي مكان بروح بشتغل فيه بحس بانه في حب من العالم الي ان كان هون ولا برا هذا الشي انا بيسعدني وصدقيني ما اشتغلت ببلد وقالوا ياريتنا ما جبناها الا بيعيدوا الكرة مرة ومرتين وثلاثة فهذا الشي بسم تاك الخاصة بيخليني ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني بعد هالمسيرة الطويلة وامدة الفن السورية حضرتك اليوم بتحسي انه انتوانيت نجيب اخده حقه وصلت لها المرحلة ووصلت لها الزخ والكم الكبير من الاعمال يعني الا بسمة كتير كبيرة بالدراما السورية وحتى بالسينما السورية اليوم بتحسي انت اخذ حقك؟ انا رضياني بالشي اللي انا وصلت عليه انا رضياني بالشي اللي انا وصلت عليه طالما انا لساعتني فيني واقفة عجرية عم بقدم الشي اللي انا بحبه فانا رضياني عنه بعد كل شي قدمتي في دور معين يمكن رسمتي بزهنك حابة انو بعد تشتغلي لا يعني بعض الاحيان تمرق الشغلات مثلا بقول ياريت ما عملت هاي عملت شي تاني بس هاي بتصير مع اي فنان انو بيقولي يعني الافضل بيتمنى يكون دايما هو الافضل فهذا الشي بيسعدني يعني انو اقدر اختار الشي اللي انا بحسه الي صح نعم وانا ام ظريفة يعني حنونة ما هي؟ تحبوني طبعا موهيك يا ريش اكيد اكيد اتشرفنا بحضرتك ضمن لقاء عن السينما السورية ببرنامج سينما على الاخبارية السورية اذا نحكي شوي عن السينما اليوم كمان لحضرتك كان بصمة ومن اولى واوائل الفتيات السوريات اللي دخلوا للسينما قديش هذا الشي بيحملك مسؤولية لهالوقت ومشاركتك ايضا بافلام سينمائية يعني انا بالنسبة للسينما اشتغلت عدة شغلات مثلا ببدايتي وهلا واخر شي عملته مع بنتي سولافة واخرجي برسائل كنظيفة بس يعني انا بحب هاي المرأة هاي الانسان الفناني العظيمة لانو عم تحاول تبني نفسها بنفسها فانا كتير معجبة بهذا الشي اللي هي بتساوي فانا بالنسبة لي السينما يعني اعمالي ممكن تكون قليلة شوي مو دائما بس انا بحبه لانو بتظل يعني متعة للفنان يمكن بدءا من مشهد النهر يلي كان اولى تماما اولى ادوارك السينمائية وببداياتك الاولى وبي عمر صغير كمان بلشتي بالسينما طبعا 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 يعني انا هذا الشي من بداياتي الحمدلله كنت عم بحط هذا المو بصمة لانو كنت بدايتي انو نقطة صغيرة بهالبحر الكبير اني انا فوت عليه واطلع وانا سليمة السينما بتحسي انو هي اخطر من الدراما او العمل بين السينما والدراما ما بيختلف لا 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 ما بيأسر لا لا كله يا حبيبتي هو فن بس السينما غير تصرف او غير تعاطي بالاعمال بالتصوير بالشغل بس هو فن يعني هو عالاقل عم يقدم المادة اللي ممكن يشوفها لجميع العالم يعني ان كان عالكسة ولا كان عن العروض يعني انو تنعرض السينما الا 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 جمورة يعني وما بيغيب يعني حتى لو طلع تليفزيون ما بيغيب السينما قدش اليوم نحن بالفعل بحاجة لا افلام سينماية يعني مو بس انو طاكوس وقعنا والازمة السورية كماني مثل ما عم نشهد ببعض الافلام للمخرجين اللي عم يقدموها لكن ايضا طاكوس ممكن نتائج وتوثيق لذاكرة السوريين ضمن هالازمة طبعا لا شك هذا كتير مهم لازم هنا في كتير ناس بيحكوا معي مثلا من بره انو نحن خايفين نجي عسورية خايفين ندري عندكم حرب لكتاعوا شوفوا والله عايشين ومرتاحين وعم يطلعوا العالم وعم يسهروا وعم يلعبوا بالطاولة وعم يشربوا غرقين انا هلأ وقت بروح لاي مكان بشوف العالم مبسوطة انا بكون سعيدة انو لسا في عنا حياة بسوريا فنحنا الحمد لله نحنا شعب بحب ينبسط بحب يعيش وهذا الشي مهم ارادة الحياة كتير كبيرة عند السوريين وموجودة عندن وهذا الشي شفناه مثل ما قالت اريج بالسينما وشفناه بالدراما وشفناه بالمسرح لانو دائما الامل بيكون بنهاية كل عمل سينمائي او درامي وهذا الشي هيك بيمس كل متابع ومشاهد لانو الامل موجود فينا دائما اكيد اكيد يعني سدقيني لما بيجوا بصلا بيحكوا معي انو شفت انا عمل كزا يامل يعني اوقات بيناقشوكي بيشغلك بيمهنتك فهذا كتير مهم انو فايتين بعض الناس بيفوتوا للمخرج بيفوتوا للممثل بيفوتوا للديكور للأواعي في ناس يقولك يا الله هلا انا في مسلسل تركي ديك سنة شفتو كان عاجبني اللبس تبعا ممثلين كنت عم برجعني عشرين ثلاثين سنة لورا باللباس هادا الاديم اديم الاطراز السامفل هادا الاطراز الملوكي هلا عم نشوفه كمان بالدراما السورية خاصة بالمسلسلات يلي رايحة للبيئة الشامية هاي بيئة مخصصة للشامية هداك بشكل عام عمل يعني بهديك الأيام هادا اللباس كان جميل كان حلو يعني هلا اشوفي في بعض المخرجين مع احترامي للكل بكون عنده نظرة عين ساقبة انتي بيخليكي غصبا عنك تعلي تشوفي المشهد وانتي عان تقولي الله يعني بتشوفي مشهد جميل فهذا مو كل العنام تساوية مو كل المخرجين مع احترامي للكل في ناس بيحبوا هاي العين تبع الكاميرا وبيحبوا يعطوا الصورة الصح فهذا الشي جميل عام نشوف اهتمام كتير من قبل الشارع السوري يعني بهذا الموضوع صار اكتر الناس الصورة بتعني لون طبعا 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 انا عندي الاستاذ نجدت احلمين اخد كاميرا وصور خارجي احلمين صور خارجي تحيل يعني ما احترامي يعني للكل بس هو له مراء بالخارجي له مراء بانه ياخد كاميرا ويطلع يشوف البجال اللي براه ممكن نشوف الك مشاركة مع الاستاذ نجدت بممكن فيلم سينمائي والله اذا كان في الي دور بتصور انه حياخدني الي ما حياخد غير بتصور يعني بيحبني او بالاحرى اذا الي شخصية اكيد بياخدني انه انا نجدت اشتغلت معه اكتر من عمل يعني في شي جديد سينمائيا مادم انتواعي تعمل بيلا لا والله هلا سينما ما عندي لا انا هلا وضعي بتاع في الصحي شوي تعبان شغلي عم يكون كتير محدد بمواسم اني اشتغل عمل او ثمين ما اشتغل كتير بس هذا الشي ان شاء الله يعني معي معي ممكن تحسن اكيد تحسن الاحوال ان شاء الله دايما بصحة وعافية واكيد احنا ناطرينك دايما باي مسلسل درامي وحتى مشاركة سينمائية شكرا اليك انتمنى لك كل الصحة يا رب وان شاء الله بكل بصمة حضر بيحفون بكل عمل بيكون لقلك بصمة قدمة كانت صغيرة ذكرت يا ابن شا حضرتك برسائل الكرس قدي كان صغير لكن صدقا كان بصمة سدييني يعني ما بتتصوري قديش كن سعيدة وانا عم بحضة عرض الفيلم عم بستمتع بالشي اللي عملته سولا يعني دائما الفنان بيكون يمكن عينه شوي على على دور بالسينما السورية اليوم قديش برأيك كمان ممكن يكون في خطوة تانية ورجع للماضي هو مشاركة كمان سينمائية عربية متل ما كانت موجودة بزمان متل ما هلا كمان عنشهد رجعت هالمشاركة بالدراما السورية طبعا لا شك هي المشاركة حكيت في الاول انه كتير حلوة لانه بتاخدي عدة ممازج من العالم اولا انت بتكوني معودة على انك تشوفيني الي وتشوفي سيدة ونا وتشوفي فلان وفلان اللي ابني البلد اما لما بتشوفي شخصية لأنا عم شوف ع حضرت حلقة بارحة على الاستاذ سيف سباعي اللي يعني في عدة ممثلين من لبنان ومن هون فيعني تحس المشاركة حلوة في نوع جديد عم يدخل على جونا نحنا هدا مو غلط مو غلط هلا بما ان حضرتك عم تقليلنا انه في شي بالتابعي بيستقطب لك عينك ونظرك شو بلشت تابعي له هال عام من مسلسلات سوريا والله انا هلا شفت يعني عم شوف باب الحارة جزء التاسع وعم شوف شفت واحد ايه تبعه سيف يعني لسه اول وفيه كمان الشي لتايم حسن انا هدا الممثل بحبه حبه كتير وبيعرف بيعمل شي يعني يغير بشخصياته بيغير باسلوبه بيغير بشي اللي هو بيعطيه تايم من الشباب المجتهدين جداً اكيد انا جهله تحية من وجهة تحية كتير كبيرة لكل فنان سوري لكل فنان بيعطي شي صح انا هدول كله الولاد يعني كان بنات ولا شباب تماماً يعني ديوم حضرتك عم تقولي انه بلشت تابعي المسلسلات واكتر من مسلسل لفت نظرك لكن شو رأيك بالمسلسلات اللي الى عدد اجزاء ان كان باب الحارة او حتى بقعة ضوء قديش ممكن تغني هذا العمل شوفي بقعة ضوء بيظل عمل لانه كل حلقة بيئلى موضوع مو مسلسل متل يكون مسلسل متل باب الحارة تذكر الفصول الاربع نعرض كم مرة بس نفس نفس الاشخاص ونفس العيلة ما حدا تغير يعني مجموعة ضلت ماشية من اول للجزء للتاني جزء بس هاي بعض الاحيان لما بيختلف بيجيبوا واحد بيقيموا واحد بتوهل يمكن شوية المشاهد بضيع انا بضيع انا ودي كل مرة في احد العمال هلا هذا اللي كانت اخدته فلاني يعني انا ضعط فانا بتمنى يعني الاجزاء تكون مزبوطة بانه يكونوا نفس الاشخاص وحلو حلو يعني لما بتتابعي انت عمال يا اختي عندهم ثلاثمائة وخمسين حلقة دول طبعا تركيا يعني احسن منا تركيا مو احسن منا اربعمائة حلقة خمسمائة حلقة بس نفس الناس نفس الاشخاص يعني نفس المجموعة فهذا الشي حلو هلا بقعدوا بالناس بيستنوها انا مبارح راحت عليها حلقة لصة بدي شوف شو عم بيعملو الشباب يعني نحنا وهذا ايمن مبارح هلكني ايمن رضا تحية ايضا للفنان ايمن رضا ولكل الفنانين السوريين يعني كل العالم تستناهم بالشهر رمضان وبكل السنة نشكر كتير وجودك معنا لليوم نورتينا واغناتي صباحنا شكرا نورتوني انتو وحسستوني بانو لسه الدنيا فيها خير شكرا كتير لكم للاخبارية انا انتو بتعرفوا انتو غالين وقت ما صارت هاي القناة بتعرف اريج اني انا بحبكن 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 ودايما صباحنا غير بيكون مع حضرتك غير وانا صباحي غير شفتي الحلاق بده مصر يطالعني احلى من اي مين تماما اكيد نوجه تحية لكل الكادر موزيع بياخذ العائل صدقيني ما بتتصوري قديش هو انسان يعني الناس فيه ناس ما بيحبوه بس هو لا شك انه انسان كتير راق شكرا كتير للك